أكيد هنرجع لهم مرة تانية بس دلوقتي نبقى مع فاصل أو فقرة جديدة برضو عن الفن التشكيلي اللي بنحتفي به النهاردة في خيمتنا خيمة الثقافية ميدان معايا تلاتة من الفنانين المبدعين للجمال الفنان مجدي الكفراوي أهلا بيك يا أستاذ مجدي بنور أهلا بيك والفنانة دكتورة دعاء الدسوئي أهلا بحضر لك يا دكتورة والفنان خالد السماحي أهلا بيك يا أستاذ خالد أهلا بيك لسه كلامنا مستمر مع حضراتكو عن الفن التشكيلي وعن قضايا وهموم هذا اللون الفني المهم جدا يمكن تكلمنا في الفقرة الأولى النهاردة مع الفنان أحمد الجنيني عن بعض القضايا والهموم كان طبعا معنا كمان الفنان وحيد بالقاسي هنستمر وهناخد رؤية يمكن جيل آخر من أجال فنانين التشكيليين في مصر وخلوني أبدأ بالسيدات أولا بقى يعني طبعا دكتورة دعاء يعني حكيلي عن تجربتك أنت الشخصية في عالم الفن التشكيلي ما هي الصعوبات التي وجهتها؟ رؤيتك للموقف بشكل عام دلوقتي عمل إزاي؟ تمام طيب أولا أنا بدايتي في فن تشكيلي بدأت من يمكن قبل ما تخرج من الكلية أنا خريجة كلية النطط بقية يمكن من القلايا اللي بيمارسوا الفن التشكيلي من الكلية تحديدا لأن كليتنا يمكن عملية أكتر فكانت جاه ناحية ممارسة الفن كفن قليل بين الخريجين الكلية أنا ابتديت من قبل ما أخلص في معارض جماعية مع بعض الأصدقاء وزميلي وبعدين بعد ما خلصت على طول ابتديت في المجال بشتغل في مجال البينتينج أو التصوير والرسم والجرافيك لأنه ده تخصوصي الأصلي يعني مع بداية المشوار يعني مع بداية الفن التشكيلي أول ما ابتديت أخش المجال ما كنتش حاسة قوي بصعوبة لأن كنا لسه صغيرين وبنعمل شغلنا في إطار جماعي وكده لكن لما بتدينا روح الزمالة بقى آه بالزبط روح الزمالة الجامعية دي روح الجميلة دي بتبقى كانت لسه طبية وبعدين كان إن إحنا نعرض مع بعض ده كان أمر مش صعب وبعدين بتدينا نخش في مرحلة المعارض الفردية بقى ونكتحجز قاعة نفس سنة بقى أول لا بقى مش فكرة النفس سنة دي بعدين بقى فكرة إن إنت عشان تحجز قاعة بقى وتبتدي تنظم المعارض بتاعك وكده طبعا فيها شوية صعوبات مش من السهل إنك تعمل ده إلى جانب إنه أنا أسفا بقول ده يعني إن وزارة الثقافة ما كانتش بتدعم قوي الفنانين بشكل فردي يعني هي الفكرة إنه إحنا الموضوع أنا يمكن أخش جده في سكة تانية بس هي الفكرة إنه الوسط الثقافي بشكل عام أو دور وزارة الثقافة في الوسط الثقافي أو الفني محدود جداً ليهوا الناس بتوعهم علشان أسفا نقولي الكلام ده بس دي مشكلة يعني في مصر يعني شكل عام ما فيش مانع طبعا إنه هم برضو يعني الناس اللي هم بيكانوا وزارة الثقافة بحاول تدعمهم برضو فنانين كويسين وكل حاجة بس أل فكرة إنه ما كانش فيه نوم الأنواع يعني دايرة مقفولة داعتهم فكان أي حد فنان خارج الإطار ده بيشتغل بشكل فردي أكتر كان ممكن بيواجه شوية مشاكل شوية صعوبات يعني بس مش كتير قوي برضو في الآخر شغلك هو اللي بيثبت نفسه وشغلك هو اللي بيقول إذا كان من حقك تعرض أو لا بالتأكيد بس دا كأتموس فير عام يعني صحيح طيب خليني أخد برضو رأي الفنان خالي سماحني عنده وعنده وعندك كمان تجربة مغيرة شوية يعني بترسم مباشرة زي ما مكتوب قدامي بترسم مباشرة أنا للأسف لما يسعدني الحظ أن أنا أبقى حاضر مثل هذه المعارض اللي بتشترك فيها وترسم مباشرة قدام الجمهور خليني أتعرف أكتر على هذه التجربة وعلى رؤيتك برضو في نفس المنطقة اللي تكلمت فيها مع مع الدكتورة دعان وأنا عملت معك حوارات من 15 سنة ممكن أنا مش عقوز قوي كده ممكن أكتر من كده أنا في الحركة التشكيلية من حوالي 26 سنة تمام بعمل معارض وكده وعملت معك حوارات بس أنت ظاهر ناسي عشان بيبقى عندك كل يوم شغل بالعكس طبعا يعني بس هو الأساد المشاهدين ممكن يكون محدش فيهم اتشافي الحوار بتاعنا قبل كده يعني هكلموا عن حاجة ما ما شفوهاش ليه يعني هو العموم أنا التخصصي فان البورتريه تمام بيبقى برسم موديل من قدامي برسم يعني طوال السنوات اللي فاتت دي بعمل معارض تقريبا بمعدل معارض كل سنة بيبقى شغلي في دعا وتخصصي في دعا أنا شايف أن الفنان مش محتاج دعم من حد الفنان هو بيكتفي بموهبته بيبقى كل بيبقى عامل لنفسه تارجت تمام أنه فيه عينوين عايز يوصله عايز يوصل في حاجة مثلا في البرتريه عايز يوصل في حاجة في اللوحة الكبيرة في التجريد في أي فرح عايز يبقى متميز في اللي بيشتغل فيه يعني بالضبط زي الشعر انت راجل عارف الشعر علشان يبقى شعر كويس لازم في البداية يمتلك أدواته تمام ولازم يفتل نفسه وبيشوف شبيه ليه لا في البداية بيشوف شبيه ليه بيتأثر مثلا محمود دارويش أمل دونخل كده تمام نظر خباني كده بيبقى فيه سن التأثير فيه بعد كده بتروح وبيبتدي يتفرد ويبقى ليه شخصيته صحيح تمام نفس الكلام في الفن تشكيلي بتشوف كل فنانين العالم في تاريخ الفن كله والفنان هي تجربة ذاتية جدا يعني انت بتيفل على نفسك المرسم بتاعك تمام بتحتك بالحياة بتاخد منها اللي انت عايز تاخده مش هي اللي بتفرد عليك الموضوع ده طبقا طيب معلش ناسش مواطعة طبقا لنظرية الإعلام اللي موجودة دلوقتي اللي هو بقى ايه خبط الضيوف في بعضهم وخليهم يعملوا كده حالة من الحالات الدكتورة من شوية قالت وزارة الثقافة في عاملة مشاكل وما بتدعمش انت قلت الفن مش محتاج تدعيم خلاص يعني لا 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 ده كده قناة اللي هو ما بين بعض على شكري انا مدعاء اصدقاء جدا تمام وابنطفق في حاجات كتير قوي بس هو يعني انا حقولك على حاجة هل بيكاسو مثلا كان ورا وزارة ثقافة كان عنده وزارة ثقافة فان جوخ تمام الفنان مش محتاج الكلام ده تمام هل محمد عبد لما يجي بيعمل المزيكة بتاعته بتقف ورا تدعمه وزارة ثقافة ولا موهبته هي اللي بتقدمه واسراره يعني انا في تخيلي ان القضية معقدة جدا فكرة انه هل انا بحاجة طول الوقت الى مؤسسة تسند ورايا تزق ورايا ولا وده ممكن يصنع مني يعني حاجة في كل احوال يعني حتى لو انا ما عنديش حاجة فعليا يعني يعني مثلا لو خدنا نموذج عشان نقرب الصورة شوية لأستاذ المشاهدين لعيب الكورة حتى لو كان هو ابن بلايه بس ما بيعرفش فأكيد مش هيكمل حتى لو مؤسسات الدنيا كلها ولولفيفا خصص اللعبة مخصوصة عشان خطره فاعتقد مش هيكمل بس في نفس الوقت هو برضو في حاجة الى من يسانده ومن يدعمه بشكل او باخر يعني خليني برضو اخد رأي الفنان مجدي الكفراوي في هذا الموضوع وكلني كمان شو عن تجربتك مع فن الكاركاتير والدنيا ماشي ازاي معك انا مش برسم الكاركاتير احيي انا برسم إلستريشن في جريدة روزة اليوسف بس ده مش معلش بترسم ايه؟ إلستريشن في جريدة روزة اليوسف تمام لكن ده مش كمان مش فنان تشكيلي الناس الثقافيتهم محدودة زي حاليا دي بياخدوه على انه يعني في الكاركاتير لا اسم هي الرسوم الصحفية الرسوم التوضحية تمام كواز بس ده هو ده مش موضوع انا فنان تشكيلي عملت اكتر من اتناشر معرض فردي وشاركت في اكتر من بيتين معرض جماعي دولي وبرى مصر وحالد مصر لكن الحقيقة مش عايز اتكلم عن تجربتي انا كفنان تشكيلي تجربتي مش هتبعد كتير عن تجربة خالد ودعاء إلا لو ضفت لها جزء ان انا يعني اساسا من قارية فعندي موروث شوية مختلف انا محتاج نتكلم عن المشكلة الحقيقة اللي احنا نتكلم فيها واحنا فعلا بصد المشكلة حقيقة المشكلة دي محتاجة تتقسم لجزئين مشكلة الفن التشكيلي بالنسبة للناس المتلقي للناس العاديين المش متخصصين والمشكلة التانية مشكلة المؤسسة الحكومية المتمثلة في وزارة الثقافة مشكلة الناس يعني مش معقول الناس البسيطة اللي هما جايين من قرس وطاريخ حضاري هو في الاول في الاخر بصري فني صحيح صحيح لما تيجي تتعامل معهم في ان كل ما ييجي حد يتكلم اولا طبعا انت حصة الرسم كلين عارفين هي راحة فين في مرحلة هي بتروح عشان ياخدوا حصة نحو حصة رياضيات بزبط هي بتروح فين كمان عندنا مشكلة اكبر في مستوى النقد وحوارات الفنانين نفسهم ونقاد لما بيجي يكلموا الناس دايما بيتكلموا عن وكانهم بيتكلموا من برج عاجع لا مرء ولا محسوس ولا مفهوم في حين ان نفس الكلام اللي هو مصطلحات ممكن يفهمها الفنان المتخصص ليه كلام موازي تاني ممكن اقوله للناس ببساطة وانا كليها تجربة في احد المواقع ان كنت بكتب ببساطة عن الفنان التشكيلي كويس؟ مصطلحاته مصطلحاته مفاهيمه الكلام ده بسلوب بسيط يخلي الناس متنفهم ليه موازي لغوي ممكن نختاره عشان نقدمه للناس كويس؟ فمايفضلش الناس الصورة السابتة عنده هو ما قدمته السينما المصرية من صورة الفنان التشكيلي في الافلام المعروفة الفنان عيساوي واللي بتتلم عن الأمر ولا محسوس كل الناس لما تقول لحد ان انت فنان تشكيلي فزهنه ما بيروحش ابعد من كده ودي مش حيئة وينظر لك لنظرة الارتياب بالضبط ده على مستوى الفجوة الحقيقية اللي حصلها في النقض على مستوى وزار الثقافة بقى فيه مشكلة اكبر كويس انو وزار الثقافة نفسها في دول طبعا كتير معندهاش وزار الثقافة وعنده فني متميزين جدا لكن هو هتقول هنا قاعدة المساواف في الظلم عادل لو وزار الثقافة مش موجودة كان هيبه الدوائر اللي عاملها وزار الثقافة مش عايز اقول الشلالية لكن الدوائر المغلقة اللي بتأدي في الآخر لان ما تتكلمش عن فن قد ما تتكلم عن يعني لحسنت ما لفظ شوي هقول انها سبوبة او اي حاجة لك لعيش بالضبط هو في الحقيقة انا في ظني يعني لو لو ما كانش حد مستنير يعني بيحب الثقافة بجد زي الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة دلوقتي مكناش نبقى هنا بكرة تاني لان احنا موجودين هنا في ضيافة وزارة الثقافة لا بالعكس يعني كتر خيركوا جدا يعني جايين عشان تهدوا الليلة ده احنا اعتقد ان احنا بمثابة يعني نور للدكتور جابر انه وهو كمان هو مثقف في مستوى عالي ورفيع وراءة وفي رياسته الوزارة في الفترة اللي فاتت هو شاف كويس اوي اعتقد الفترة دي واعتقد هم جاي عشان يصلع والله انا فقط يعني هي فقط مزحة يعني المسألة مهمة جدا ان اتعرف على ارائكوا انتوا في قلب الحدث في قلب الحدوتة وعارفين تفاصيلها ومداخلها ومخارجها عارفين ايه الاشكاليات اللي بتواجهكوا كفنانين وايه المشاكل اللي بتواجه الفن التشكيل بشكل عام في مصر دكتورة يمكن مجدي يحط ايدنا على نقطة كمان مهمة جدا يمكن انا شخصيا ما انتباهتش ليها في حواري السابق في الفقرة الاولى ومعاكوا دلوقتي قالوا وهي الصورة الزهنية اللي انطبعت عند المتلقي بسبب الميديا بسبب الفن بسبب الدراما عفوا سواء كانت سينما او اعمال تلفزيونية بالنسبة فيما تعلق بالفنان التشكيلي زيه زي الشيخ الازهري مثلا فترة من الفترات في استناتي يمكن في هذه المرحلة زيه زي المدرس بتاع اللغة العربية او المدرس بشكل عام انت بتتطفقي مع ماجدي انه هذا الدور اللي لعبته والسينما والدراما ساهم في عمل هذه الفجوة او في تزويد يعني تكبير هذه الفجوة ما بين الفنان وما بين المتلقي طيب انا خلينا ناخد العكس انا ليوجد نظر مختلفة تماما بقى هو اللي حصل العكس انه ضحالة العمل الثقافي في مصر في فترة طويلة ادى بالامر انه الميديا ما بقتش شايفة غير الصورة الكاريكاتورية دي بس عن الفنان لانه ملوش تواجهة حقيقية في الشارع وسط الناس الفن تشكيلي مش هو مش فن جالريهات ومعارض وقاعات مغلقة احنا كده يبقى بنتحك على نفسنا ولو احنا استمرنا في الاتجاه ده يبقى الفنانين هما هيروحوا يشوفوا شغل بعض والناس مش هتستفيد الفكرة بس ما هو ده اللي حاصل تقريبا بالوقت ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه هنا بقى احنا بنتكلم على دور وزارة الثقافة في دعم الفنان ايه مش انها توفر له مكان يعرض فيه بس انها تفتح له السكة انه يساهم بفنه في اسراء المجتمع اللي هو عايش فيه معلش يا دكتورة يعني اذا حضرتك شايفة انه الفن خلي خلينا برضو ناخد رأي الفنان خالد سماحي معنا في القصة دي خلي حضرك تكملي بس بس نقطة نظام في النقطة دي في الموضوع ده بالذات اذا كان دور وزارة الثقافة حضرك شايفة انه فيه تأثير منها تجاه الفن التشكيلي بالذات في هذا الموضوع المسندة طيب ما وفيه فنون اخرى واشكال اخرى من الثقافة اعتقد ان الوزارة بتساندها كويس يعني زي مثلا الرواية زي الشعر وده اللي نعايزه يعني ده اللي نعايزه في الحدوتة كلها فيه مهرجان شعر فيه مؤتمر شعر ده بتعمل كل سنتين فيه كتير جدا من الامسيات فيه بيت شعر فيه يعني فيه حركة شعرية الوزارة بتساندها ومع ذلك بتدخلي الامسيات الشعرية هم الشعرة اللي بيقروا هم اللي عاديين يسمعوا بعض ويا ويلو يا سواد ليلو الشعر اللي بيبقى دوره في الاخر بيقع لو بيقى دوره بيكون شوال واحد قاعد في الصالة فالقصة هنا معتقد يعني مع رشح رايح هذا كيبقى ايه مش مرتبطة اوي بفكرة دعم او مساندة من وزارة او ما او عدم وجود الدعم ده طيب خلينا برضو نرجع تاني هي متعلق بالجمهور يعني لا هي الفكرة مش فكرة الجمهور هي هي حلقة مفرغة يعني انا بدي الجمهور وجمهور بيرجع لي تاني لو انا ما تواصلتش مع الجمهور بشكل فاعل حقيقي هيحصل الحالة اللي انت بتقول عليها دي ان الشعر هم اللي يسمعوا بعض والفنانين هم اللي يشوفوا شغل بعض والنقاد هم اللي يقعدوا يتكلموا على الفين التشكيلي لنفسهم وللكتب والناس منفصلة تماما على الموضوع احنا لنا كذا تجربة على فكرة في الشارع مع الناس اقربها يمكن تج عمل لها بعض الصورة على طول تجربة جرافيتي في عزبة الصعيدة في مبابا الحقيقة يعني احنا واحنا رايحين نعمل ده انا ما كنتش متخيلة رد الفعل بتاع الناس تخيل بقى ناس عايشين في مكان بسيط جدا اقرب للعشوائيات هم مش عشوائيات بس اقرب للعشوائيات بعيد تماما عن وقع الثقافة والفن قدي ايه حبونا بقى كفنانين هنرسم على بيوتهم وقدي ايه دعموهم بقى لنبص هنا الدعم اشوف طبعا انا مش ما فيش مقارنة بس بص بقى الناس لما تشوفوا تيجي شايفاك بتشتغل تروح جايبالك مية وعصير ويطلع جايبالك كوبات شاي بتاع مش عزب وكل يوم يعزمون على الغدا على طاولة عظيمة جدا على الغدا كل الفنانين اللي موجودين اكتر من خمسين فنان مثلا البيوت كلها بتتكاتف وبيعملوا اكل عشان الناس دي لانهم مفسوطين بالحالة ومتفاعلين معاها خليني اسأل خالد سماحي في النقطة دي التجربة دي كنموذج ليه ما بتتعممش وليه ما بتتكررش في اماكن تانية اللي بيحول دون ذلك هل كسل الفن ولا خوفوا قلقوا يعني انه ينزل مكان زي ده شبه شعبي او شعبي يعني ان كان من رد فعل الجمهور هناك ولا ايه بالزبط يعني رأيك ايه في المسألة دي والسؤال موجه لي تحديدا وانا بعمل حدث اليوم دي بقى ليه تقريبا شهر او شهر ونص مزارة الثقافة افتتحت مركز راتب صديق الثقافة في المنيب وسط منطقة عشوائية تمام دايما لما بنعمل مراكز ثقافية بنفتحها نعض نظار على رواد ليها تخيل ان بمجرد ما فتحنا بالزبط بتبقى فاضية وبندور الشعرة بيجوا يعودوا يسمعوا بعض الفنين التشكيليين بيقعدوا يسمعوا بعض وما فيش جمهور انا فجأت انا مدير المركز ده فجأت ان بمجرد ما فتحنا وانا لقت ورقة برا على الباب ان فيه كورسات لتعليم الرسم والنحت والخزف تمام وشعر ومسرح والكلام ده للاطفال في المنطقة لقيت اقبال ووصل لالف طفل بيبتدي من عمر مسلا سبع سنين لحد عشرين سنة خمسة وعشرين سنة تمام لدرجة انا بقيت ببص للحي اللي حوالي فجأت ان الناس مش متاح ليهم في منطقة عشوائية ان يودوا اولادهم نادي مش متاح ليهم ان اه فده بقى الاطالة اللي بتنفذ بتاعهم فلا فجأت الناس دي بتحب الفن بس ما تفتح لهاش باب محدش عودهم ان هم يروحوا جلاري الناس بتخاف تروح الجلاري ده لا يكون ليه تذكرة رغم ان احنا فاتحين المعارض مجاني ده احنا ناقص كمان ندفع فلوس للناس عشان تيجي تمام بس فجأت ان فعلا انزل للناس في منطقة عشوائية المصريين على فكرة بيحبوا الفن جدا وجواهم جينات وراثية للفن بشكل غير هدي نرجع بقى الموضوع دور وزارة الثقافة اللي انا عايز ومنها كفنام تشكيلي انا مش عايز حاجة من وزارة الثقافة انا عايز وسط وجو بمعنى انا عايز متاحف يعني ما يبقى عندي على الاقل عشرين تلاتين متحف فن تشكيلي لاجيال كتيرة اديمة اوروبا مصر رواد الاقي المتاحف دي كلها مفتوحة اخش فيها اتفرج على واحد استمتع استمتع يريد تزيد ويريد اللي لسه مقفول يتفتح واتوقع ان ده في الخطة هيبقى موجود تمام اتمنى ان يبقى فيه جلاريهات بشكل كبير قوي لان مشكلة ان انا اعرض في جلاري مناسب لاحجام العمل اللي انا بقوم به ده مش متوفر قوي نحاول يبقى فيه عدالة في توزيع الجلاريهات للفنانين اتمنى ان فيه امكانية لو انا مش قادر كفنان تشكيلي ناشئ ان اقدر اسافر برا اوروبا فرنسا ايطاليا المانع ان انا جيب فنانين ايطاليا يعملوا معرض عندنا في جلاري كبير فقعة كبيرة هنا في مصر فنانين فرنسا اجابهم من برا تمام فجبت لهم فنانين العالم وطلع الفنانين بتوعنا برا احتكاك يعني تبادل خبرات ما يبقاش فيه قوقاع على نفسنا وانعزال تمام يبقى فيه اطلاع اللي بيحصل في العالم بمعنى ويبقى فيه كتب فين كتب الفن التشكيلي اللي عندنا في مصر العالم كله بيطبع الريمبراند الفنانين بيكاسو تلاقي على القل يطلع له مثلا ثلاث تلاف كتاب تمام احنا ليه الفنانين بتوعنا ما يطبع لهم شو كتب ونوزعها على العالم ده نوع من انواع الترويج لمصر الثقافي ليه القوى النعمة بتاعة مصر في الفن التشكيلي صحيح صحيح وسط وحالة فن تشكيلي في مصر لا امان ما تخافش طيارة طيب مجد الكفراوي يعني يمكن خليت حط ايدنا برضو على نقطة مهمة وهي فكرة طباعة الكتب الترويج للفن التشكيلي بشكل عام ده اللي ممكن وطبعا زيادة المتاحف وزيادة عدد الجاليريهات الموجودة واتحتها بالنسبة للفنانين التشكيليين المصريين كل ده من اهم الادوار اللي مفروض تلعبها وزارة زي وزارة الثقافة اللي ايما علشان تنشر الثقافة والوعي في الشارع المصري بس يعني ده بيفكرني يعني معلش انا اللي هو بيكلمني انا صرح خيالي مع الموضوع ده كان زمان من فترة مش عارف لسه موجود ولا لا كان مثلا دار اخبار اليوم مثلا كتاب اخبار اليوم فني كده تطبع لوحات لفنانين العالميين هو الكتاب كله عبارة عن لوحات بس الفان جوخ مثلا انا كنت بتابع ده دايما مش عارف لسه موجود ولا لا معالي بفترة في اخبار اليوم بالفعل وهو توقف وبرده توقف برضه من غير سبب لكن كان في في تجارب هايلة في موضوع الطباعة كانت عاملها بالفعل هايلة عامل وخصور الثقافة كانت كتيبات صغيرة كده بتنزل لفنانين معصرين مش بس راحلين ده بتوزع بس احنا الحقيقة ان احنا دايما كنا لحد الوقت كلهم الثقافين وكل الناس بتطالب بتجديد الخطاب الديني انا بطالب بتجديد الخطاب الثقافي احنا لزين اصلا خطاب الثقافي يوجه لمن وكيف مش معقول افضل اقول لناس فاني تشكيلي والناس دماغها راحة للوحة والتنسال لكن ليه ما اقولش الناس ببساطة شديدة جدا ان الفاني تشكيلي هي كلمة تشكيلي من قبلية الشي لانه يشكل كلنا بنمارس الفاني للتشكيلي كلنا جوان هزي الفانان التشكيلي ان لم يمارس كلوحة او فعل جمالي مدحفي لكن من ساعة ما كل واحد فينا بيصحة الصبح قدام المراية فهو قدام فريم فاضي هو هي دي اللوحة وهو شايف حدي في اللوحة فيبدأ يجميله عشان ينزلي قبل الناس بانسب وقت ليه ما نكلمش الناس ببساطة بدل ما اقوله انا التكوين لازم يكون في بقرة ومحور ونقطة غروب ونقطة ايه ده ايه ده ايه ده يعني انا ده مالي احبا هو ده ايه دي الرسالة المفروض تتواجه من النقاد الفانيين لكي ان العمق اللي اعلاقه بين يابا عظيم طيب انا هاخدك للنقطة اللي انت تتكلم فيها من زاوية تانية متعلقة بها بشدة وهي فكرة الاعلام وتعامله مع الفن التشكيلي وايتحته الفرصة للفناني التشكيلي والنقاد اللي بيتعاملوا مع الفن التشكيلي ايتحته الفرصة ليهم انهم يظهروا بيعني يتكلموا عن قناة زي انا اتكلم عن القناة بتاعتنا القناة الثقافية فاعتقد ان احنا عندنا عدد من البرامج اللي بتهتم بعد تحتاني بالفن التشكيلي اه في قناة اخرى احيانا برضو بتاعات الحقيقة بس لما بييجي حد فناني مش هتكلم عن عندنا علشان دول اشخاص يعني فنانين محترمين جدا انهم عصد زيتنا انما انا مش عايز اتكلم عنهم بشكل شخصي انا بتكلم في العموم الاعلام لما بيستضيف حد من الفن التشكيلي هو بيتكلم بنفس اللغة اللي انت بتستهجنها دي طب ماذا يفعل الاعلام وهو طول الوقت متهم هو موضوع فقافص الاتهام بالنسبة لي مش للفن التشكيلي بالنسبة لكل حاجة يعني الاعلام هو اللي بووز التعليم الاعلام هو اللي بووز الثقافة هو اللي بووز الاعلام نفسه بالعكس التجربة اللي عام لها الثقافية مش بس دلوقتي النموذج اللي بيعملوا الاستاذ الفنان الكبير ريتال اورني كمان النموذج اللي كان عام له قبل كده دكتور سراح عناني صحية نمزج هيلة جدا وبسيطة جدا وانا شخصيا كنت مستمتع بقى ان هو المشكلة في ان ليه ما بياخدش مساحة قاسب جدا بيكون دايما وقت العرض بتاع الحاجات ديت يمكن ما بيكونش مناسب في 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 حاجة حلو حصلة مش عارفين برضو نقدمها ازاي لسه في لسه اتفضلوا دكتور لسه في مشاكل في عرض وتناول يعني الموضوع الفن التشكيلي في الاعلام التناول تناول موضوعات الفن التشكيلي بشكل عام مش محتاجة يعني احنا يمكن دلوقتي دي ده حوار واحنا بنقول اراءنا لكن لو انا بتكلم عن برنامج خاص بالفن التشكيلي لازم يكون فيه كذا كذا اتجاه او كذا محور بيقوم عليه تقوم عليه الرسالة انا بيوجيها لجمهور لازم يشوف لان الفن اصلا تشكيلي هو ثقافة بصرية هو بيخاطب العين فلازم اشوف نمازج اشوف ناس بتتكلم عن الفن اشوف ناس بتشرح الفن ده اشوف مجموعة من الطلبة في الكليات وهم بيشتغلوا ازاي بيتعلموا ده على فكرة متاح جدا احنا عندنا يعني ناس ممكن تعمل لشوق ده بشكل كويس جدا وفي نفس الوقت طريقة التقديم والتناول لازم بيبقى عصرية جديدة حديثة ما يبقاش شكل الكليشيهات طاعت زمان انه اجيب واحد يتكلم ويعلق على لوحة يعني لازم احنا نخرج من اترا بعدين ما ننساش ان فيه حاجة اسمها التكنولوجي دخلت وحتى دخلت الفن نفسه الميديا ارت والكلام ده دي انواع حديثة من الفن بقالها كتير كمان يعني احنا خلاص عدينا من مرحلة دي ودخلنا في مراحل اخرى ولسه في مصر ما فيش احتكاج بالنوع ده بالزبط اخيرا الفنان خالد السماحي يعني قل لي رأيك ورؤيتك وتصورك عن كي تعاطي الاعلام مع موضوع الفن التشكيلي هل برضو انت بنتفق معهم في انه في مشاكل في هزي القضية ولا يعني الاعلام بيبزل مجهود يعني في الموضوع بس هو موضوع الفن التشكيلي النفس هو الموضوع صعب بالنسبة للجمهوري وفي طرح انا بطرحه ويمكن دي مش اول مرة اطرحه قبل كده على قناة انيلي الثقافية قلته في برامج طلعت فيها ان مصر لها عمق جامد اوي وسقل كبير اوي في الفن التشكيلي تمام ولازم مصر تعمل قناة للفنون التشكيلي تمام قناة مستقلة خاصة يعني بالفن بالزبط زي ما فيه قنوات للمزيجة زي ما فيه قنوات للرياضة تمام الفن التشكيلي لازم يبقى ليه قناة مش برنامج يتزع الساعة واحدة الصبح محدش يشوه تمام القناة دي بقى سيستم الاداء فيها يبقى ازاي بتروح المتاحف تصور المتاحف مصر مليانة متاحف تتصور بتصور الجلاريهات والمعارض المقامة بتعمل افلام تاريخية عن الرواد في مصر بتروح مراسم الفنانين تصورهم بتخش حصص الرسم في المدارس تحضر معهم همها الاوحد الفن التشكيلي ونشر الوعي والثقافة الخاصة بالفن التشكيلي مصر لو عملت ده هتبقى ايطاليا فيها قناة للفن تشكيلي بس فرنسا فيها امريكا فيها فاضل مصر بقى تخش في الموضوع ده بشكرك جدا وبعدم صوتي لصوتك بس يعني التوجه باعتقد ان هو مش هيبقى كده خالص للفترة الجاية يا رب يكون ظني مش في محل لا انا مختلف معاك وانا متفائل ان ده هايحصل لا ان شاء الله هيحصل خلال كانت السباحي بشكرك شكرا جزيلا بشكر كمان دكتورة دعاء دسوئي بشكر كمان الفنانة دكتورة دعاء دسوئي بشكر كمان الفنان مجد الكفراوي شكرا لكم ونورتونا النهاردة وبعد اوكل باستكمال بقية فقرات حلقاتنا النهاردة وخيمة الثقافية ميدان هنروح مشاهديا الكرام لفاصل غنائي مرة تانية من محمد المفروض احمد احمد هشام احمد هشام محمد محمد ميشي والقراوح والليه يا احمد لا محمد لسه موجود طيب هنسمع هنسمع احمد هشام ونروح بعديل فقراتنا اللي لسه مع حلالكم مستمرة